ألا يحل حنسيب حضراتكم دلوقتي مع مجازل أهم الأنباء العالمية والمحلية بصحبة زملتنا دينة شارف شكرا لك مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجازل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن مصر ستكتاز أي أزمة أو مشاكل أو ظروف صعبة طالما بقى المصريون على قلب رجل واحد جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في احتفالية عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وأهن الرئيس السيسي جميع الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد دعينا الله أن تنتهي الأزمات التي تواجه العالم أجمع كما أعرب خلال كلمته عن أمله في أن تنتهي الأزمة في قطاع غزة ويتم التواصل لوقف لإطلاق النار مشورا إلى جهود مصر المتواصلة لإدخال مساعدات للأشقاء الفلسطينيين وجه قداصة البابا توضرس الثاني بابا الأسكندرية بطريق الكرازة الملقصية التهنئة إلى الرئيس السيسي على ثقة الشعب وعادة انتخابه رئيسا للجمهورية للاستمرار في دفي عجلة التنمية والرخاء في مصرنا الحبيبة كما قدم البابا توضرس الشكر للرئيس السيسي على تشريفه وحضوره لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمقارك تدرئية ميلاد المسيح بالمعاصمة الإدارية الجديدة وألقى البابا توضرس عظاة للقدس والتي قال خلالها إننا نرفع قلوبنا من أجل سلام مصرنا الحبيبة ومن أجل أن يعطي الله الحكمة لكل قادة العالم ومن أجل أن يستيقظ ضمير العالم ومنع الإبادة الجماعية التي يشهدها قطع غزة مثمنا الدور الذي يقوم به الرئيس السيسي في سبيل حل القضية الفلسطينية استشد نحو 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس ومدرسة تابعة للأنروا في مخيم المغازي وسط القطع وأفادت أيضا وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مدينة خان يونس يضم عددا كبيرا من النازحين ما أدى لاستشهاد 12 منهم على الأقل وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تابعة للأنروا تأوي نازحين في مخيم المغازي وسط القطع ما أدى لاستشهاد أربعة على الأقل بينهم سيدة أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا أن نحو 90% من سكان قطاع غزة نزحوا بصورة قصرية خلال ثلاثة أشهر من بداية التصعيد في القطع وأضافت أنروا أن الأمم المتحدة حذرت مرارا وتكرارا من أن القطاع معرض لخطر مجاعة وأنه يمر بحالة طوارئ صحية عامة في الوقت الذي تبحث فيه الأسر عن الأمان كما شددت الوكالة الدولية على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار بهدف إنساني للتمكن من توفير المساعدة العاجلة وإنهاء نزوح القصري المتواصل وأشارت إلى أن 1.4 من 10 مليون شخص يحتمون داخل منشآت الأنروا مع وجود مئات الألاف يقيمون في جوار تلك المنشآت قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها ما يمكن فعله لحماية المدنيين في قطاع غزة مع استمرار العضوان الإسرائيلية وأضاف بلينكين للصحفيين في اليونان أنه يريد التأكد من أن دول المنطقة تستخدم العلاقات القائمة لضمان عالم تصعيد الصراع أعلن البنتاجون أن القوات الأمريكية أسقطت طائرة بدون طيار فوق البحر الأحمر في المياه الدولية قرب سفن تجارية وجاء الحادث بعد أيام من تحذير مجموعة من 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة قوات الحوثي في اليمن من مواصلة هجماتهم على السفن في الممر المائي وعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن المدمرة يو اس اس لابون أسقطت دفاعا عن النفس الطائرة بدون طيار انتلقت من المناطق التي يسيطر عليها قوات الحوثي قال حاكم الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا في منطقة دونتساك في مادين فيلاشكين إن ضربة صاروخية روسية أودت بحيات 11 شخصا في مدينة بوكروفاسك بشرق أوكرانيا وحولها أيضا وضف فيلاشكين أن خمسة أطفال قتلوا في الهجوم من جانبه قال الرئيس الأوكراني بلودامير زيلانيسك في خطابه المسائي إنه يجب جعل الروس يشعرون بتبعات كل هجوم من هذا القبيل مشيرا إلى أن الضربة الروسية استهدفت منازل عادية للمواطنين ختم مجزء الثامنة فاصل ونعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر